بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمد ونستعين ونستغفل ونعيد بالله من شرورة وسنا وسياة أعمالنا من يهديه لأفلام ضل الله من ضل الفلحاتي لأه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد ورسوله أما بعد بدأنا بالدرس الماضي ولله الحمد بدراسة كتاب البيوع بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم والسلام من الله نحن بذكرنا أن الأصل في البيت الحل والجواز نحن بذكرنا أن الأصل في الحل وأن يبيع ما يملك أو معذول له في التصرف في هذا المبيع وقلنا الغالب أن الإنسان قد يستعجل في البيع وفي الشراء وليهذا جعل الله سبحانه وتعالى له فرصة يتفكر فيها في أن يتم هذه الصفقة أو يفسخ نعم لكرنا أمثلة على البيوع المحرم أمثلة على البيع المحرم وخدرات بروان الخمور الخن بيع الميتة والميتة الا ميتة تسامكو الجران بيع السلاح في الفتنة Oder بتعيمة سفكرة من وفن بيع ما يؤدي إلى محرم يعني إعانة الإنسان على فعل محرم كبيع العنب لمن أراد أن يتخذه خمرا بحيث كبير ومن أراد أن تخذه خمرا ونحن نقول بحيث كبير من سيدة أراد أن يؤدي إلى الشيحناء والبغضاء بين الناس مثل المحر على بيع أخي والشراع على شراع أخي يمكن أن يكون هناك تحيزة تحيزة إلى تحيزة مثل أن يمكن أن يحاول الناس لنبدأ تحيزة 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 منذ أنه يزال الناس لنبدأ يعني مثال يقول أبيعك الطير وهو في الهواء نعم أو لديه عبد وهذا العبد آبق يعني فره من سيدي يقول أبيعك هذا العبد إذا حصلت هذا العبد فأنت غارب وإلا فأنت غارب فهذا غرر وجهالة وظلم أو فأنت غارب من أجل فأنت غارب من أجل من أجل من أجل وإن أنه يمكن أن يكون لديه فأنت غارب من أجل نعم يبقى مع بعض الأشياء منها نعم منها يبقى معنا لك أن يكون لدينا بشكل أجل الشروط في البيع وفي النكاح وفي الإجارة يعني في كل معامل نعم ما هي الحروب من أجل وفي النكاح أو في النكاح أو في أي شيء من المعاملات تنقسم إلى قسم سيكون لدينا أي شيء من أجل أو في النكاح 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 نعم وعندما ركب في الطائرة قال أين أجلس قال ليس لك مقعد عندنا أنت اشترت من التذكرة ولم تشترت علينا المقعد فتظل واقف إلى أن تصل الرحلة بإذن الله تعالى إلى جد نعم فأيقل الله هذا الشرط من مقتضى العقل لأن المتعرفة على الشراء التذكرة فيها مقعد نعم فأيقل الله هذا الشرط من مقتضى العقل فأيقل الله تعالى إلى جد ثم لا نفقه ولا كسوة ولا عشرة بالمعروف نعم فأيقل الله تعالى إلى جد وقال لماذا لماذا لا تصنع هذا مع ابنتي يعني لا نفقه ولا كسوة ولا عشرة بالمعروف قال لم تشترت علي هذا وقت العقل مفهوم يقول له الولي هذا الشرط من مقتضى العقل يجب العقل يجيب العقل به وإلا مقتضى نعم ثم يأخبر من المخلصة العقل ويجيب العقل من المخلصة العقل الشرط الجائز الشرط المحرم هو الشرط الذي يخالف الشريعة مثال اشترط عندما اشترى من هذا الذي يبيع مواد البناء قال اشترط عليكم ان تحملوا هذه الأغراض إلى بيتي في تونس مثلا هذا الشرط سعيد خالف الشريعة لا يجيب الواقع بيه اشترط عليكم من المترجم اشترط عليكم ان تحملوا من المترجم ان تحملوا الواقع بيتي اشترط عليكم هذا الشرق ساعد لكن الله يخالف الشريع لكن الشرق المحرم كان يشترط على زوجه مثلاً قالوا لا بد أن يكون في العرس موسيقى وخامر 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 نعم فهذا الشرق ساعد لكن مقالف للشريع فإش يصنع هذا الزوج إذا وافق مشكل وإذا لم يوافق أيضا مشكل وما لا يشترط على زوجه وخامر فإن المساعدة يجب أن يتعطي يدعونه لكن في الغد يقول للمشاهدين نحن نعرف نريد هذه الأشياء عندما تصنعها لنا أو لا زودت نع عندما يقول لدينا هذه المسألة يعني مثل هذه المسألة يقول لكم هذا وليس لهم وليس لهم وليس لهم نكاية بهم نعم أيضاً هذه الشروط سواء في العقد في العقود التجارية بيع شراء إجارة كذا وكذلك في النكاح نعم 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 أيضاً لدينا في الشريعة شيء يسمى بالوقف الأوقاف نعم ما هي الأوقاف وقف يسمى وقف نعم ماذا هو الوقف؟ ما هو الوقف؟ الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنافع يعني يجعل الأصل لا يباع ولا يوهب ولا شيء من هذا المنافع والمنافع تكون سبيل يعني لا ليس عليها مال مثالاً هذا المكان يقول أوقفت هذا المكان يعني هذه الأرض وهذا البناء مسجد لا يباع صحيح ولا يوهب ولا يمكن أن أحد يتصرف في الأصل لكن من ينتفع به؟ ينتفع بها أهل الإسلام أي إنسان يريد أن يدخل يتصرف في القرآن وسمح له في هذا هذا هو الوقف نعم يقتصد اول أن أتنا لا ينزع إفكري لتلك كل شيء لأسبراع ونزدي المسيح للقرب من التبعيدي المنفع المنطقة إلى الله سبحانه وتعالى وَأَبْغَى إِلَا مَا بَعْدًا الْمَوْتِ وَنَodَ أَبْلَيْا لوح الناس كتاب ينتفع به طلاب العلم حفر الآباب وغير هذا من الأمور التي انتفع بها أهل الإسلام نعم لدينا عطية ووصية وهبة الهبة يعني الهدية يتبرع للإنسان بالمجان ما يريد منه شيء مقابل مفهوم وتكون الهدية حال الحياة والصحة يعني هذا ولله شليم معافة ليس بمرينة مفهوم وتبرع الآن أو بعد الموت الآن في حال الحياة فهذه هي هبة هبة هدي نعم وهي التبرع لكن حال المرض المخوف التبرع حال المرض المخوف وهو مريض يعني في مرض الموت مدر أو مرض يكون فيه الهلاك أكثر من السلابة كالسرطان مدر فيقول تبرعت بأموالي فهذا يسمى عطية وحسي لما بعد الموت يقول أصيب بعد الموت يأتصنع وكالا 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 يقول صباحا وكالا وكالا وحسي لادعهم لابد فيها من العدل بين الأولاد من العدل بين الأولاد إذا عقى واحد لابد أن يعطي الجميع للذكر مثل حفظ الأنتين يعني يعطي الأنتى نسبة ذكر يعطي الزكر ضعف الأنتين يعني 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 لدي ثلاث أبنى ذكر وأبنة واحدة وأعطى إبن ألف أورو نعم Beispiel dafür hat man einem Sohn und drei Büchner und gibt dem Sohn 1.000 أورو فهذا الفعل حرام حتى يعطي الإبن الثاني والثالث ألف ألف وأعطي البنت 500 extent هم يسو على نفس الأمر لذاoda واسивают صغير 1.000 أورو مطاف لكن وهناك سنت خير واحد حجاز لكين لكن هناك تشيء من جنك ونسا هذا لديه ابن ذكر وبنت أنثى فالأنثى مذلعاً تحتاج إلى شيء من الذهب من الحلي وتحتاج إلى فستان وشنطة لكن الولد يعني ما يكلف مثل ما تكلف الأنثى فهل يجب العدل هنا؟ لا في النفقة كل واحد بحسب حاله لديه مثلاً ولد صغير ذكر ولد كبير أربع سنوات فالصغير هذا يحتاج إلى حليب ويحتاج إلى سريلاب ويحتاج إلى حفاظ بنبرز ويحتاج إلى رضاعة صحيح ولد هذا يكلف لكن هذا ابن أربع سنوات ما يكلف هو شيء ما يحتاج شيء يأكله عشر مع والدي والدي صحيح؟ نعم وهكذا أنه يمكنك التعارج من هناك مثلا يمكنه أن يقوم مضاجعة الصدر فأصقًا من صبيحه وصنف صديع لكن صديع لكن صديع لكن الصديع الصديع لصنف وصنف إنه زوج الصديع م هذا어준 الأمر في الصديع من صديع إنه لابد في العدل بين الأولاد الأولاد يعني الدكار والأولاد نعم يعني العدل بين الأولاد يعني الدكار مثل حق الإنسان ما يعطي واحد دون البقية كما يعطي واحد دون البقية لكن الأولاد الأولاد تكون لما بعد الموت و تكون بأس ثلث بأقل لكن لغير الموت نعم نعم و تكون بثلث المال فأقل و لا يسمى أن تكون لغير الموت لا يسمى أن تكون لغير الموت الجوال أشغلك الجوال حاولنا مرة ومرتين ما استطعت أغلقته أحسن شيء نعم بعد عندنا شيء يسمى في الشرع باللقطة عندنا لقطة ولقيت فالتقطه قالوا في العون من موسى عرس لأنه لا يعرف موسى ابن من عليه الصلاة والسلام صحيح؟ هذا لقيت واللقطة يعني غير الإنسان وجدتها هذا الجهاز في الطريق هذا ماذا؟ لقيطة ولقطة لقطة نعم المهم هذا اسمه لماذا يسمي بهذا الاسم؟ لأنه يلتقط يعني يأخذ من الأرض مفهوم ضيب يعني ليس له مال مفهوم إذن عندنا شيئا لقيط إنسان هذا لا يعرف له أبن أو أم أو نسب أو كذا يعرف له أهن هذا اللقيت فالتقطه وآل فرعه وآل لقطة يعني غير آدم نعم الآن نتكلم عن غير الإنسان الآن نتكلم عن الزمان الزمان اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام تنقسم اللقطة إلى ثلاثة أقسام قسم يعني تقل قيمته وأوساط الناس لا يبحث عن هذا الشيء إذا فقد منه نعم فالشيخ عزيز يمشي في الطريق نعم وجد هذا أو أو هذا ثلاثة أورو وجدها في الطريق هذه في الأصل أنها إذا فقدت منك ما تبحث عنها لكن ممكن تجد بعض الناس يبحث حتى عن هذا لكن أوساط الناس لا يبحث عن هذه الأشياء صحيح نعم هذا ما تقل قيمته العصى الصوت مسواك غلم طبعا بعض الأقلام مفهوم اثنين أورو خمسة أور فقدت منك هذه لا تبحث عنها لكن تبحث عنها الشنا كاملة لا يمكن مفهوم نعم ما تقل قيمته نعم 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 فيالي تجد الأتقالي لا ترى إذا ما هذا يتقيل قيمته إذا وجدت تأخذ ولا إشكال وانعا إذا ما يرى الأمر يرى الأمر يجب أن يرى الأمر لابدت من هذا الوضع ولا نساء لكن بالشرط أن يكون في مكان يعني يغلب على الظن أن هذا المكان ليس لأحد يعني لا يعقل أن أدخل في بيت الشيخ عزيز و أجد هذا ثنين أو أقول الحمد لله هذه لقبة أضع في جيبه لا يصلح هذا هذا ليس طريق هذا نعم إذا قصب الأول من اللقبة ماتتكسي لا يعتقل قيمته ولا يعني يفكر فيها بعو الناس إذا فقدت منه فهذا يرتقت ويأخذ ولا إشكال فيها. نعم. هذا هو الأول مرة من هذه الأشياء التي لم تفكرها. نعم. الثاني ما يكون يعني فيه تفكير وبحث عنه. نعم. كم يساوي؟ قل يساوي 100 أور لكن إذا كان يساوي 5 أور هذا تأخذ ولا إشكال فيه التأخذ وتلقي أصلا ما تستفيد منه شيء كم يساوي 5 أور كساوي كم يساوي 5 أور كساوي كم يساوي 5 أور كساوي إذا الثاني من الأشياء التي تلتقى ما يفكر فيه أوساط الناس وإذا فقد منه يبحث عنه نعم مثل هذا الجوال قلنا يساوي 100 أور نعم وجدته في الطريق نعم قبل أن ترفع هذا الشيء اللقطة قبل أن ترفعه وتضع يديك عليه لابد أن تفكر في ماذا نعم قبل أن تفكر في ماذا نعم قبل أن تفكر في ماذا وإذا فقد منه تفكر في ماذا وإذا فقد منك مجرد أن أعاقص كلا لن فقد منك لا تفكر في أدوان فقد منك ثم يحضر وagueك أنه يدقى أنت نعم لا يساوي لن تفكر في ماذا عندما تسأل بعض الناس قال واجد كذا ماذا أسرع قال تعرفو قال لما أستطيع تعرفو لماذا تغطط أسرع نعم تعرفو يعني لابد أن يأتي إلى هذا المكان والأمق التي يغلب على ظل أن صاحب هذا الجهاز يأتي ويبحث عنه يعني وجد هذا الجهاز في في تونس العاصمة في المروج خمسة في حي المروج خمسة هل يعرف هذا الجهاز في المروج خمسة؟ لا يعرف في المروج خمسة يأتي في كل أسبوع يخبر أصحاب المحلات القريب وهكذا نعم اشتركوا في مروج خمسة سنة هجرية كاملة فإن جاء صاحب هذا الجهاز سلم إليه وإلا فهو لك من كله نعم بعد سنة نعم خرج الأخ عزيز من هنا من المسي وجد هذه البورش أمام الباب في الطريق كل شي جاهز عليها المفتاح تعمل وداخلها جهازين آيفون بلس ستة وقال الحمد لله لقاطة ليشالها مالك مايوجد أحد قال أخوذ وعرفها عشق السلم لا أشكان عين نعم 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 الآن أحياناً تجد أشياء ثمينة أشياء ثمينة أي عند سلة المهملات صحيح يعني أثاث تلفاز كمبيوتر بعض الأجهزة نعم غرفة نوم تجدها عند سلة المهملات هل هل هذي تعرف إذا أرت أنت أخوذها ولا إشقال لأن هنا في هذه المكان الذي وضعه معنا أنه لا يريد هذه المهملات كيف سوف تمنعه؟ الفرغة يعني ظلت عن أصحابنا نحن نعرف أنه في بعض الدول تذهب الإبل ترعى وترجع والبقر والماشية ترعى وترجع لكنها يغلب على الظن أن لها صاحب وأنها اعتادت على الراعي وترجع هل هذه ضوال؟ فهذا الشيخ محمد في الطريق يمشي وجد هذه ماشاء أول بقرة سمينة قال أخذها هذه ضالة لا يغلب على الظن أنها ترعب لكنها يجد في أماكن يغلب على الظن أنها ضلت عن صاحب إلا من أخذها هلقا أو أكلها الذين لا فإذا كانت هذه الحيوانات لا تستطيعت دفاع عن نفسها من صراب السيباء فهذه تلتقتها وإذا كانت تستطيع أن تدافع عن نفسها من صراب السيباء تتركها نعم فإذا كانت هذه الحيوانات لا تستطيع أن تستطيع أن تدافع عن نفسها من صراب السيباء هل تستطيع أن تدافع عن نفسها من صراب السيباء فهذه إذا غالب على الظل أنه ظالة تلتقت وتعظف سنة ولا أغد لا مرحمة هنالفه對 هنالفهن أجميع هنالفهن 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 أيضا أجميع هنالفهن أجميع هنالفهن من سعر السباع كالبعير الغمال هنالفهن يذهب فعل هنالفهن هنالفهن يraftهن أجميع هنالفهن على وجودك الحقيقي فيها لقد أخذتك وهي عاد في كل دولة يساله على هؤلاء البحولة نحن باقينا اليوم إلى بعد راس السنة يعني يدخل مباشرة نعم يدخل مباشرة لا تشير مقربة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعذب الله من شرور أنفسنا ومسيات أعمالنا من يهديه الله وفلا مضل له وميظل الفلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله كتاب النكاح بسم الله الرحمن الرحيم سرطان ورسول الله باعترا من كابتل أمغانك نور نشبج لي هذا كابتل أي شليسون بعضا هناك من العلماء من يقول جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرج وشهوة الفرج جنبوا مجالسنا ذكر شهوة الفرج وشهوة الفرج يعني ما يمكن أن تذكر هذا المسائل بمجالسنا مفو؟ نعم وفي الغالب انا لو بدأنا نشرح الان كتاب النكاع لا يملأ احد لقي لو نتكلم عن كتاب التوحيد كتاب الطلاق كتاب الصلاة لا تجد من ينام يتكي يلعب في جواء كلا نعم 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 ويحه وإن أمتمكن يتعرف أن تقوم بسرارة أو قوة سرارة أصلاة، فإنسة ويما يتحل نشب هنعم بسرارة أحساسوا إنه أستطيع أن تزوج من الناس ل programme المرحلة يمكن علينا اهلها لا يتكلم في هذا الباب ولا يحضر معنا في هذا الدرس يكثر من السياة يكثر من السياة يقلل من الطعام والشرب يعني ما يأكل ولا يشرب إلا ويسد رمق يبتعد عن الأشياء الخطيرة جدا مثل يبتعد عن الأشياء الخطيرة جدا ما يشتري هذه الأجهزة المطورة يأخذ الأجهزة القديمة جوال بكشاب يحرص أنه ما يبقى واحده أبدا دائما مع الناس لا ينام إلا وهو متعب منهب منتهي يزور القبور زيارة شرعية لأن لو زار القبور لا يفكر الله أعلم بشيء ولا بنتك حتى أنه أنداً لا ينبقى أن الغد منهبين يجب أن يكون من من المقبلات لأنه يجب أن يكون من الوظيفة الوظيفة من المنتهلين من سيارة البشر وسيارة الفيري Monica اخشحة الذية من الأسرة park اشتركوا في القناة يصاحب الصالحين ما يصاحب الطالحين نعم يتذكر ما عد الله سبحانه وتعالى للمتقين أنه إذا اتقى فالله سبحانه وتعالى يعوض خيرا مما ترك نعم يتذكر أن الزنا نسل عافو السلام دي سبحانه وتعالى يعوض خيرا مما تدين تدان مشكلة خيرا مما تدين تبخل فالله سبحانه وتعالى يعوض خيرا و الله سبحانه وتعالى قال و الله سبحانه وتعالى تعالى سبحانه وتعالى وخيانا كيف يعني يريد هذا هو ايه حورا نعم ما يجال تسألك ماهي شخص سيكون معا يا شخص معمال الأعجزاء هل هي مستخدمة مثل ذات الحاشة وبساختهم سيكون مستخدمة فيه الكثير من يتعلم لا يتكلم نعم وإلا تتزوج نعم لابد في النكاح من ولي ولابد نعم وشاهدين وإجاب وقبول حتى صح العقل يعني يقول الولي يقول زوجتك يا ابنتي والزوج يقول قبلت نعم وإعطيها صداء ولابد من العشر الحسن ونفق بالمعروف يعني لا إسراف ولا تختير عادت الفقهاء رحمهم الله أنهم في المعاملات يبدأوا بالبيوع فالإنسان يبيع ويشتري حصل لهم مال ماذا يصنع أن تزوج ثم يأتي الأولاد وبعد أن تزوج يأتي الأولاد ماذا يصنع تكون خصومة بين وبين الزوجة أو أهل الزوجة فبعد النكاح يكون كتاب الطلاق نعم أهل الزوجة شكرا جزيلا